شكرا يا مستر طاعت حضرتك ماذا سؤال تاني يا شباب؟ ماذا؟ معاك يعني ما هي البناء الفن يا مستر؟ والشكل يعني سعب تجلي كده في الأدب؟ عايز أفهم القصيدة بتنقسم لحقتين الشكل ومضمون المضمون ده معناه القصيدة بتتكلم عن موضوع ايه؟ بتكلم عن الاحتلال بتكلم على حب المحبوبة بتكلم على كذا ده اسمه مضمون ده اسمه ايه؟ مضمون الشكل بقى ده اللي بيشمل ايه؟ بيشمل الصور الخيالية الموسيقى زي وحدة الوزن والقافية مثلا تمام؟ بيشمل الألفاظ حل؟ بيشمل لو القصيدة هتبدأ بالأطلال او الغزل كل ده بقى اسمه شكش يبقى الشكل ده هي الادابوسوس الشكلة الادوات اللي بعبر عنها عن الموضوع مش انا عندي موضوع عن الوطن مثلا موضوع عن الوطن موضوع عن حاجة ده اسمه مضمون طيب انا اعبر عن الموضوع بايه؟ بالموسيقى هستعمل مثلا موسيقى زي وحدة الوزن والقافية التصريع هستعمل الفاظ هستعمل صور خيالية ده اسمه شكل تمام؟ كلمة بقى البناء الفني البناء الفني للقصيدة بتشتمل على حرار كتير تشتمل على الوعدة القافية تشتمل على الفكرة الفكرة اللي هو الالفاظ مع المعنى والعاطفة كل ده اسمه بناء فني عندي اللي هو شكل القصيدة بس الكلمة الاعمة يعني البناء الفنية هيا؟ هي الكلمة الاعمة تقصده بكلمة الاعمة تاني معلش بقول يعني ان البناء الفني بتشمل الجميع هي الكلمة الاعمة بناء القزايا فعلا الحاجة الأعام اللي ينور عليك الوحدة الوضوية مستر عاملها لمشاكل يعني يقول لي هل النص فيها وحدة عضوها اللي لأ بطلق بط فيها طيب احنا ممكن بس نقول كده علامة بسيطة الأول كده تفهمها انت عندك كم مدرسة ستة 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 السبعة أي نص هيجيلك على أي مدرسة على أي مدرسة فيه وحدة عضوية ما عدا لو النص ده جاي على الإحياء والبعث كل النصوص في أي مدرسة يعني إذا انت قفل الامتحاد عرفت ان دي مدرسة مثلا أقول له مدرسة الديوان مدرسة المهجر مدرسة الواقعية فيه وحدة عضوية الطابق الأول على حيث تريه الأول طيب أما مدرسة الإحياء والبعث دي الوحيدة اللي انت تشك فيها تشك ايه فيها طيب هتبص على النص بيتكلم على موضوع واحد ولا لا وعاوزك تفرق بين حكتين الموضوع الواحد ذو الأفكار الجزئية والموضوعات المتعددة يعني ايه ذو الأفكار الجزئية يعني انا مثلا عامل قصيرة عن الوطن بيتكلم فيها على حب للوطن ماشا والدفاع عن الوطن ومقاومة الاحتلال من أجل تحليل الوطن ما تقول ليش دي موضوعات مختلفة لا دي أفكار لموضوع الموضوع كله عن الوطن بس هو عامل أفكار يبقى دا اسم وحدة موضوع انما لو انا بتكلم مثلا عن الوطن فأبياد وجيت بقى في نفس القصيدة اتكلمت عن حبي للمحبوبة بتاعتي لا كده يبقى ما فيش وحدة عضوية لان الموضوع اختلف كمان عاوزك تراعي ان القصيدة كلها لها عاطفة واحدة يا اما الشاعر طلب قصيدة العاطفة الحزن او الشاعر العاطفة مثلا الفرح لما يكتب لك في الاختيارات ان تحققت الوحدة العضوية وهي غالبا بتتحقق عشان تبقى فاهم علشان الشاعر تكلم على فكرة او موضوع واحد وفي عاطفة مثلا واحدة دا الاختيار بتاعك الصح طب لو كتب لك في الامتحان ان الموضوع واحد وسكت وسكت لقد دارت القصيدة حول موضوع واحد زوء افكار جزئية لا الاجابة دي قلط ليه لان معنى انك تختار وحدة عضوية لازم يكلمك في الاختيارات على ان الموضوع واحد وان فيه اعاطفة او احساس لازم الاجتين دول يتوجدوك بس تخد بالك وانت بتحل المدارس كلها فيها واحدة عضوية عشان بس تشتري دمامك معادل احياء والبعث اللي ممكن تشك فيها حياء والبعث بقى تبدأ تشوف الموضوع وبتكلم على كذا موضوع ولا موضوع واحد ساعتها تشك في الاحياء والدى حصل بس يا عبد حضراو يا عزها ني' hurdles اذن اذن ا στην اردل لانschبال لي اذا كانت تحققتا Jinund يعني سأشتري ضبط حتى لو مش فاهمل ابيات حتى لو مش فاهمل ابيات طالما بشتغل على مدرسة غير الإحياء والبعث يبقى الوحدة العوضية محققة معك على فكرة اصلاً اصلاً صراحة يعني انا الأبيات ما بفهماش او صراحة انا بحاول افهمها لكن انا بحب حاول بس تلقط انا مش لازم تفهم على فكرة كل الأبيات او كل الكلمة انت حاول تلقط الفكرة العامة الفكرة العامة للنصت بيتكلم عني بس طيب يعني هيا الفكرة دي صح مثلاً زي ما ايه ابو قاسم الشابي مثلاً في مدرسة الديوان فده يبقى واحدة عوضية محققة يبقى واحدة عوضية محققة بس حتى يعني حتى بالجد لو مش فهم الأبيات حتى لو مش فهم الأبيات لان المدارس كلها بتحقق الوحدة العوضية زي ما قلت لك معادة الإحياء والبعث احياناً بتوحلوا احياناً لا بس ممكن حتى بتاعت البناء الفني للقصيدة تاني تاني كلمة البناء الفني للقصيدة معناها ارتباط الفكرة بالعاطفة من ضمن البناء الفني للقصيدة اذا كنت انا بتكلم يا ابني على قصيدة قديمة على قصيدة قديمة هي بتاع الإحياء والبعث هو ما قبلها يبقى البناء الفني